مركز الاسعاف الوطني بدوره الانساني والحيوي في تلقي البلغات وتقديم المساعدة وذلك من خلال سرعة الاستجابة الاحتياجات المواطنين والمقيمين تحقيقا للسلامة العامة يعمل مركز الاسعاف الوطني بوزارة الداخلية على رفع مسويات الجاهزية والاستعداد والارتقاء بجودة خدمة الاسعاف لتقديم افضل اساليب الرعاية اثناء نقل المرضى ويأتي مشروع الاسعاف الوطني ليعكس مستويات التطوير التي تحقيقها مختلف قطاعات الخدمات في المملكة ويأتي استجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين بعد ان تم التأكد من مستويات الجاهزية والاستعداد واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن بجودة خدمة الاسعاف حيث يقوم مركز الاسعاف الوطني بالاستجابة لجميع البلاغات التي تتطلب تدخل الطاقم الطبي للتعامل مع الحالة ونقلها الى المستشفى تم تجهيز عدد 12 مركز اسعاف موزعة على جميع محافظات المملكة تابع لادارة عمليات مركز الاسعاف الوطني بهدف سرعة الاستجابة والارتقاء بخدمات الاسعاف في مملكة البحرين يعتبر النهج التدريبي الصادر من قبل سيدي سعادة رئيس الامن العام هو المرجعية الاساسية حيث يتم الرجوع اليه والاخذ بالمبادئ والاسس المعتمدة وفي اطار سرعة الاستجابة للحالات الطارئة تقوم غرفة العمليات بمركز الاسعاف الوطني بدورها الامني والمجتمعي في تلقي كافة انواع بلاغات حالة الطوارئ الطبية عبر الخط الساخن 999 لطلب الاسعاف الوطني تم تجهيز مركبة الاسعاف الوطني باحدث المعدات وهي تنقسم لعدة مجموعات المجموعة الاولى هي مجموعة الفحص العلامات الحيوية وتتضمن السماعة الطبية وفحص السكر وفحص الضغط وحرارة اما المجموعة الثانية هي مجموعة الاصابات التي تتضمن الواحى الخشبية وتثبيت الرغبة وهو معدات النقل اللي هي السرير الطبي والكرسي المتحرك كذلك يوجد أجهزة التنفس بأنواعها وجهاز معاش القلب الرأوي وأخيرا معدات الوقاية الشخصية التي هي المسعف مساعدة المسعف هذا ويحرص مركز الإسعاف الوطني على مواكبة التقدم العالمي في مجال الإسعاف والسلامة وطب الطوارئ حيث يمتلك مركز الإسعاف الوطني الكوادر المؤهلة لتقديم خدمات الإنقاذ ومتابعة الحالات وفق أعلى مستويات الجودة على مدار الساعة